موسيقى ثلاث أشياء علمتها عن نفسك خلال فترة الحجر عبد المواحد أنا ما كنت متأكد مينو بس طلع حقيقة أنا أكره هالمولاد ما أعرف يمكن أن تستطرون عندي مرة عالي والله لازم شهي بس أنا مرة ما أحب المولاد ما أعرف ما أعرف ما أعرف لو من يحد يقول لي تعالي نطلع السوق أنا مجنون أنت مجنون أنت يعني ما ما يناسب للوضع فالقلتان شوبين عندي مرة لأن مرة ما مشي حاله ثاني حاجة كتشفت أنه أنا مرة أنتو سلف ليرننج أو التعليم الذاتي لو أي شيء خطر في بالي ما أعرفه أقدر بمجرد ما أني أنا عندي التصميم الإرادية لأن أتعلمه فأقدر أتعلمه يعني فإن زي ما قلت لكم حكاية المنهج داع تبع اللغات أنا ما صوته نفسي ما بدأت لسه إن شاء الله أحب داع قريب يا ربي يعني ثالث شيء أنه أنا إنسانة مرة بيتوتية وأعيش قاعدة البيت الفترة هذه تبع الكورونا ترى أفتكرت نفسي أنه أنا عيشت نفسي الفترة هذه قبل كده كنت في أمريكا كانت فيزتي مخلصة وما كنت أقدر أرجع السعودية فجلست فترة تصيف زي كده يمكن بثلاثة شهور برضو كده جلستها قضيتها في البيت على النقل تماما من هذه الحكاية أنا مرة أكون بس أفر يعني فما عندي مشكلة زي ما قلت لكم إنه أنا ما أطلع طول السنة بس أسافر ثلاثة أشياء تتمنى ما توصل لها وقت الحجر واحد إني أحمل التيك توك لأنه أنا ماني طاقة فكرة للبرنامج هذا بشكل ما تتصوروا فالحمد لله لأني حين وصلت إني أنا ما حملت التيك توك لأني إني أحمل أي لعبة على جوالي أنا من يوم ما عرفتني آخر لعبة حملت على جوالي كان تقريباً من 2011 2012 Angry Bird وبعدها عمري في حياتي ما حملت ولا لعبة في جوالي ولا ناوي أحمل ولا لعبة في جوالي ما عرف ليش بس أنا ما We'll do آآ الثالث حاجة ما أتمنى أن يصر لي أنه أنا مثلاً منتل بريكداون أو أني أطفش أو أنه خلاص ولووو ما عدا أبغى آآ الحمد لله ما أصلت للمبرحة ليلة الآن يعني آآ منتل عندي كويس شوالي آآ مره بايا آآ أوكي أشياء حتسويها من بعد الحجر أبغى أسافر لمكان في شمس ومزرعة وخضار كده وغلتين بحناك يعني تشمس أبغى أبغى خضار أنا محش من لون الأخضر مرة مره محش من لون الأخضر إني أشوف صحباتي حتى لو مثلا أطلب الأمر من أسافر لصحباتي أسافر لصحباتي وإني أشوف كمان أخلي ثلاث أشياء 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 حتداوم عليها من الحجر وطالع اليوتيوب يا رب ما أكتر ترى أنا مرر مستمتعة بالحكارة هذه يعني ما أعرف بس ترى اليوتيوب وهو واحدة من الشيء اللي خلتني أحس إنه أنا قاعد أسوي أشياء كنت أسويها من الزمان يعني الكتابة رجيت أكتب رجيت أكتب رجيت أكتب رجيت أكتب قصاص رجيت أكتب عن نفسي رجيت أكتب يوميات فحلو يعني أنا من زمان عندي مركة الكتابة هادي ففترة هادي قصائرة أمارسها مرة كتير يعني ايش كمان اوه صاح كمان الكيتو بما إني انجوين بالكيتو كده فأطلقى أني أكمل عليه بعد لا مش هتوقع لا أكيد يعني أكمل عليه من من بعد الحجر يعني ثلاثة أشياء خسرتها وقت الحجر وبالله الشك جزء من الراتب طبعا بس أنا الناس مرة كتير فالحمد الله الحياة 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 لو أنت بس حتك أنت غالي أنت ملك بدون يومات فيها الوقت في وقت كتيرا مضيعتو يعني مرت عليها أيام اللي هو أنا عارفة أن في أشياء كتير مرة أبغى أصويها وما صويتها بس كده أبغاك من نحي يعني مو ما مو ما في شيء اسمه الوقت الغير مدفور اللي هو تكلم عن الوقت اللي أنت تشتغل فيه في شغلك مثلا وكم يدفور لك في الساعة يعني فهذا الوقت الغير مدفور ضاع مني ومن ناس برضو مرة كتير في أشياء فصلتها كمان ممكن تقريبا ستة لعشرة علاقات في حياتي فيها قسمة بلوك عرفيها؟ في ناس حطيتهم بلوك مرة بلوك يعني بلوك على الفيسبوك في ناس ترمضوا مرة جدي يعني لأنه بلوك على الواتساب بلوك أجلد لأنه الناس هدولة دائم إنهم كانوا توكسك في حياتي أو علاقات سامة بلوكت عيفونت بس أنا ما كنت منتبهت لها لأنه كان مخي مرة مشغول بشي مرة كتير بلوك على الواتساب أو إنه أنا ما كنت أبغى انتبه عشان آآآآآ ما أبغى أجراكهم بابا ما يجراكهم وانشو زي ايه؟ إفدأ بصراحة بلوك إنستجرام فيه ناس زي الله ما عشرت لهم بلوك من حياتي بس انه حطيتهم في تصنيف تاني بلوك على الفيسبوك حالي تقطق علي ترى الموضوع مرة جدي بلوك تيفونت ترى هاده اشياء الاشياء البالغين يساوه يعني خلاص ما شاء الله او مست كم سنة وفش تلاتين يعني بلوك 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 بك عصل بلوك بلوك ما عرف ما يعني انا ما نصح حد يسوي لحد بلوك يعني بس يعني مرة ضروري اني اعرف انه دال انسان او دين انسانة انا ايش اعلي لهم انا ايش بالنسبة لهم يعني عشان ما اقعد اصرف عليهم طاقة انا الطاقة دي اولا فيها فهمتوا تلاتة اشياء تنصح فيها الناس يسووها او ما يسووها كلال الحجر انا انصح انه تتفرجوا في الكرتن من الطفولة مع احد يعني يا الله سالي انا عندي بالنسبة لي سالي وليدي وعبقور وعدنانا ليلى وكونن يعني او مايجاد رجيت اتفرج عبقور يا ناس ترى لما رجلين اتفرجوا كنت اشوف حلقات ما افتكد اني اتفرجتها يعني فكان الوضع مرة حلو يعني مرة كنت مستمتعة نصيحة رقم اثنين انه تكتشف عائلتك تكتشف نفسك والناس اللي معاك وتتواصل معاهم وممكن تسوير الكل نكت يعني بترى تتصل بناس مرة من زمان عندهم النصيحة الثالثة انه لا تقضوا امهنا واستفيدوا اي حاجة ممكن تستفيدوا منه وطلع منا فايدة هذا شيء مرحل الأشياء الاساسية اللي قادرين تستفيدوا كل من فينا عنده اساسيات هو يقدر يعني بس بهذه الاساسيات يقدر خلاص يقضي يومه يعني انا بالمسبلية كانت النت شيء مري كبير طبعا الحمد لله بيت وفواتير اني اقدر اتفع فواتير يعني والكتب يا جماعة انا حاسة نفسي اني في كده تلك لما تسبح وفي حاجة انتوا مرة تطبوها كانوا يصبح في نوتيلة انا حاسة نفسة زي كده نفس الشعور اني بسبح في كتب لانه فترة ما ننصر الكتب مجانية وعن كتب مجانية انا كنت زير مجنونة كنت احمل اشياء مرة كتيرا فيها في انكن تحين عندي تقريبا فوق المية الكتاب لسه انا ما قريدهم بس كل ما قاعدة ان انا عندي الكتب هادي كده مرة مبسط يعني كياني يوم بسبح في نوتيلة هدا الاساس طيب بس السؤال الا بعد يقول ايش هالاشياء يدلي قادرين او قدرتوا تتغاضوا عنها بسبب الحجر كما أقول لكم العيد هذا لن أشتري ملابس جديدة من جدا لم أشتركو الأحجار ولا اني كان عندي حص بالإحس من الأشتري حلو حلو ترى الحصة العيد مرحلة وانا زي ما قلت العافية الحمد لله السنة هذه أنا اشتشارت إنه العيد عيد العافية دائما نسمع العيد عيد العافية بس انا ما قلت حسيتها هيا الحمد لله متعافيين بس ما العيد عيد العافية من جدا 1 ا 2 العيد للأطفال العيد هم فرحة فرحة أطفال الحمد لله أنا من الناس اللي عشت العيد في طفولتي الحمد لله بأحسن حالات فساتين وفساتين وعيديات ومدري الحمد لله على كل حال و بس والله فكل الأسئلة اللي أنا لكرتها لكم هتطلقوا مية تحت في صندوق الوصف تعليقاتكم والله مرتهم من يعني فبقرأت تعليقاتكم إذا هو يعني إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشاركو مع الناس ممكن هم كمان ما خلصوا لسه فدت الحجر من عندهم ويقدروا يتحفزوا إن شاء الله ويسووا شيء مرة كثير ما أعرف ثلاثة ممكن حينا اليوتيوبرز والناس دول اللي يتكلموا ويتكلموا زي حكاية ممكن تقولو لكم شيء هم ما يفلحوا فيها قدما إنه الناس اللي يتلققوها يفلحوا فيها يعني فليش لا؟ إذا يتحفزوا للناس اللي لا يشترك في القناة لسه يشترك في القناة وأنا ايلاوكي وإن شاء الله تبقت عليكم باي